بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل مع بعض عزيزي الطلاب موضوعنا حول الفصل الخامس العمليات العقلية المتصلة بالتعلم تناولنا طبعا عملية الإحساس وعملية الإدراك لكن خلونا النهاردة نركز على موضوع مهم جدا وهي العوامل التي تؤثر على الانتباه سواء العوامل المتعلقة بالمشهدتات سواء الداخلية والخارجية تعالوا نشوف الموضوع بتاعنا إيه العوامل التي تؤثر في عملية الانتباه في مجموعة من العوامل يعني مجموعة من الأشياء التي تؤثر على انتباهنا يعني تركزنا يعني يعطانا اهتمام مثل الطالب بيعطي انتباه لأستاذ المقرر يعني يركز أثناء المحاضرة يستمع هناك عوامل داخلية وهناك عوامل خارجية تعالوا نشوف إيه العوامل الخارجية العوامل الخارجية زي شدة المناب لو أنا بستمع المحاضرة وسمعت الصوت عالي وأعلى من صوت الأستاذ اللي بيشرح هنتبه ليه لأن شدة المنبه وقوته بتؤدي إلى الانتباه ليه تكرار المنبه إن مرة واثنين وثلاثة لو أنا موجود في مكان معين وعمل أسمع صوت بيتكرر ده أيضا من الأشياء اللي هي العوامل الخارجية اللي بتؤثر على الانتباه تغيير المنبه إن أنا مثلا أكون أستمع لشيخ في مسجد يعطي خطبة فالتنويع أو التغيير في المنبه سواء ارتفاع أو انخفاض سواء تغيير في الشكل أو في الحجم ده أيضا من ضمن الأشياء زي مثلا لكل خطبية تحدث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وخلكم عاية موضوع اليوم مهم جدا هنا في تغيير في المنبه من الارتفاع والانخفاض هذا التغيير يؤدي إلى أحد العوامل اللي بتؤثر على الانتباه أيضا حركة المنبه لما كن مشين على طريق لزرائية إعلان عن شيء معين وهذا الإعلان صورة ثابتة على عكس من أنني أجد إعلان لصورة متحرك إذن المنبهات المتحركة بتكون أكثر جذبا للانتباه لأنها بتجذب أكثر من حاسة الإعلانات المتحركة بتجذب بتجذب بحاسة النظر وحاسة السمع وحاسة الرؤية وهكذا إنما الثابتة ما بتجذبش حواس كثيرة جدا أيضا موضوع المنبه كلما كان المنبه في مستوى النظر كلما كان أكثر جذبا إن أنا لما أضع صحيفة ودامة أكراها العناوين الأمامي هي اللي تنبهن أكثر من العناوين التي تبعد عن نظر أما العامل الداخلية زي الحاجات العضوية لو أنت جائع وعايز تأكل فطبيعا اللي بيجذب انتباهك الأشياء اللي هي الأطعمة والمطاعم والأماكن اللي بتوفر فيها الطعام ودائما تشم الرواح وانت ماشي زي ما يكون بنقول يعني إيه الجعان بيحلم بسوء العيش أو الخبز فضيما الجعان بيحلم أنه يجري أيضا الوجهة الزهنية لما أنا كن لايح أشتري سلعة معينة بلاقي نفسي بروح إلى الأماكن اللي بيتوفر فيها هذه السلعة أعزي أبحث عن فضار عن فكة فأذهب إلى المكان اللي هو التهيو العقلي اللي بيسميه الوجهة الزهنية طيب تعالوا نقطة الأخيرة في محاضة اليوم وهي مشتتات الانتباه إيه اللي بشتت انتباهنا؟ العوامل الجسمي لو أنا عندي عدم تركيز فيه شروط عندي تعبان مرهق عندي نوع من سوء التغذية كل هذه من العوامل الجسمية التي تؤدي إلى تشتت الانتباه ما قدرش أركز لأن تعبان العوامل النفسية عدم الميل إلى المادة عدم الميل إلى تخصص دخلوني الجمعة غصبا عني دخلت تخصص لأرغب فيه أيضا العوامل الأجتمعية زي الخلافات داخل الأسرة التشتت الأسري ظروف الاقتصادية الصعبة كل هذه الأشياء تؤدي إلى تشتت الانتباه أيضا العوامل الفيزيائية إذا كانت الإضاءة الموجودة داخل القاعة غير كافية فيه ارتفاع في درجة الحرارة الجو حر جدا ما نحن ملكس وبالتالي هنا أيضا عوامل تؤدي إلى تشتت الانتباه بكده يا بنتين من محاضرة اليوم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته